معنا إذن سيد مراد سعدي صحف المختص في مجال السيارات مرحبا بك سيدي أهلا ما سأل خير شكرا على الاستراد إذن العودة لاستراد السيارات أقل من ثلاث سنوات من خلال هذا القانون مالي التكملي 2021 ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ أنا أعطى بروب لعودة مرجمة لممارسة الاستراد هذا بدون مواصفات للناس المؤهلين ليقدروا يعني يستردوا هذه السيارات وأنا نعتبر على كل حال هذا خطأ من جديد وهذا الضغط اللي داروه يعني بعض من الناس بعض من الوبيات اللي رأي دير ضغوط كبيرة باش الجزائر تعود تولي الاستراد منتع سيارات المستعملة من الخارج وأنا نعتبر بالخطأ لأن سيارات الأوروبية ذات ثلاث سنوات مصنوعة في الأصل باش تصير في أوروبا ما تنطبقش مع المواصفات البنزين والمازوت وهذا راح يخلق مشاكل كبار في الصيانة راح يعني تعود فيها كيف لا تنطبق؟ وكان في السابق يؤتى بسيارات من أوروبا للجزائر لا هذوك السيارات اللي كانوا يجلبوهم الوكالاء للجزائر كانوا على نورم أورو تروى والمصنعين جسما لكونستركتور عمرهم ولا رضا ولا قبلوا الوكيل تحهم الجزائري باش يستريد سيارات أورو خمسة هذا الشيء معروف يعني في الجزائر هذا الشيء معروف الكونسيسونير كانوا يبيعو سيارات أورو تروى لأنها مواصفات البنزين متعنا تعليسانس ومتع المازوت خاصة المازوت ديازل مواصفات نقصة بزاف مقارنة مع المستوى الذي كان هذا الوقت في أوروبا الذي كان في أورو خمسة وتعتقد أنه هذا الأمر سيعود بالسلب على صيانة يعني صيانة السيارات معلوم معلوم سيعود بالسلب ويعود شيء آخر سيارات المستعملة أورو سيس ستسقان غالية كثير لأنه لأنه سيكتر الطالب عليه سيزيد ويأخذ قيمة مضافة وهذا الشيء سيأخذ أزمة أخرى للطالب على كيف أقولك على الوضع وعلى كل حال شوف يا أخي على كل حال التطبيق على هذا الإجراء هذا وعلى هذا القانون ما زل ما عرفنا لدي طهي وكيف صحيح لكن سيمرات سعدي تفقوا في شيء المواطن الجزائري يريد سيارة ويريدها بسعر معقول ليس بسعر يعني غالي كثير أوكي أوكي خلينا أقولك للمواطن الجزائري كل مواطنين عبر العالم يستهل يمشي بسيارة جديدة وعلى يتحتم عليه يشريه بسيارة مستعملة وعلى الجزائري ما يشريش سيارة جديدة بسعر معقول لكن سيمرات سعدي لما ننزلوا للشارع نجد فئة كذلك من المواطني يقول لك أنا ما عليش اطلق لي خليني أنا نجيب سيارة أقل من ثلاث سنوات ما عليش بأموالي كين فئة حابة تمشي في هذا الالتجاه معلوم هذا الحل الأقصى يعني الحل يقول لك ما عليش لأنه ما كانش جديد لو كان الوكالة يبدو ينطرطوا الوكالة المشكلة لا يتطرح الوكالة يعود يتشراء في الجزائر عند الكنسيسيونير وهذا الوحدة قطرحنا عدة مرات في عدة مناسبات ولكن لا يأخذو كذلك نعتبر وما نتحدث الوكالة موجودة في الجزائر موجودة على نورم ألجريان أورو طرواء ما يتسبب حتى عطاء يجب أن تخدم عند الحرفيين على الإستوريبيسون هو والتوموبيل ٦٠٠٠٠٠ أطار ٦٠٠٠٠ يمكن أن تحديد فوائد كبيرة للمستحلك والخزينة العمومية يعني السوق بصفة عامة وما نفهمش علاش في الجزائر 200 دولاريو بريز هذا ما يندرش كذلك سيمورات سعدي هنا في الجزائر لو تسأل عدد من المواطنين يقول لك أنا نشري أقل من ثلاث سنوات من أوروبا وما نشريش سيارة يجيبها متعامل جديدة كينة هذه الفكرة كينة هذه الفكرة في العدد من الجزائرين معلوم كينة واحد الأفكار هي المشكلة في السعر يقول لك أنا في السعر نجيبها بسعر منخفض أقل من ثلاث سنوات وتكون بكاليتي أفضل من واحدة جديدة لا لا رهالتي أخي رهالت شوفي أخي سيارة مسموعة لمسموعة في الأصل باش تمشي في أوروبا عندها مواصفات خاصة بالسوق الأوروبية نقول لك في ميدان لالت لكي أخي سيارة في الأصل السيارات اللي راح يجيبها يدخلها الجزائري يروح لفرنسا يجوز عشر ايام ولا خمسة عشر ايام لكما باش يشري سيارة وفيها مصاريف ويجب يشغلها البابور ويجبها لسيرانس باش يجيبها المرساك ويعني فيها تعب كبير وفي الأخير يخلص عليها الجمارة كوهدا حق لازم يخلصوه ولكن في الأخير السعر الدحاية يصبح غالي كثير يصبح يعني يلحق السيارة تعتقد انه سعرها راح يكون متقارب مع سعر سيارة جديدة هنا في الجزائر؟ نعم نهضر عن السيارة الصغارة سيجمون بي ولا سيجمون آر معلوم أنا درت حساب عنده بعض أشهر من البفات على كل حال يوم تغيرت الأوضاع لازم نعودوا لحساب هذا أنا درت حساب قلت بالليه سيارة المستوردة من أوروبا تقام حوالي 220 مليون هو كان سيارة جديدة في الجزائر هذا كله طيب أشكرك جزائر الشكر سي مراد سعدي سعدي فضل سيارة جديدة من الأشهر أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يقيه المستوردة من أوروبا تقام حوالي كبيرة في مناصب شغل في خيط الخزينة العمومية في الشيكوريتي في الترانزاكسيان في غارانتي على الوحيد ويستطيع الوحيد ويستطيع الوحيد يمكن أن يقوم بإمورة الوحيد ويستطيع الوحيد ويستطيع الوحيد واضح مراد سعدي صحفي المختص في مجال السيارات أشكرك جزيرة شكر لهذه المداخلة اشتركوا في القناة